موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة أردناها حرية فأرادوها طائفية وهاهم الآن يسمونها ثورة سنية في وجه التمدد الشيعي صحيفة واشنطن بوست نشرت مقالا لفريد زكريا بعنوان الثورة السنية ضد الحكومات في كل من بغدادة ودمشق جاء فيه منذ البداية تعثرت استراتيجية الرئيس أوباما في سوريا بسبب وجود فجوة بين الأقوال والأفعال من المهم إدراك أن الجيش السوري الحر ليس له وجود على أرض الواقع مدير المخابرات الأمريكية شهد بأن المعارضة المناوئة لنظام بشتر الأسد تتألف من 1500 ميليشيا مختلفة ونحن نطلق على هذه المجموعات من الميليشيات المعارضة للأسد والإسلاميين الجيش السوري الحر الباحث جوشاوالاندز يقدر بأن نظام الأسد يسيطر على ما يقرب من نصف الأراضي السورية التي تحوي عددا أكبر من السكان والدولة الإسلامية تسيطر على حوالي ثلث البلاد والمجموعات الأخرى تسيطر على أقل من 20% من مساحة البلاد المجموعة غير الجهادية لا تسيطر بمجموعها على سوى أقل من 5% من سوريا استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة في تصعيد الضربات في سوريا تأمل في أن أكثر القوات ضعفا وقلة تنظيم في البلاد سوف تصبح هي الأقوى بشكل أو بآخر من خلال هزيمة الدولة الإسلامية أولا ومن ثم نظام الأسد الأمر الأكثر احتمالا هو أن القصف الجوي سوف يؤدي إلى حصول حالة من الفوضى وعدم الاستقرار على الأرض إضافة إلى تدمير سوريا مما سوف يخلق فرصة لحالة من الفراغ يمكن للجماعات الجهادية أن تزدهر فيها السبب الرئيس والحاسم للعنف في العراق وسوريا هو الثورة السنية ضد الحكومات في كل من بغداد ودمشق التي يرى فيها السنة بأنها أنظمة مرتدة وعدائية الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن أن يكون لها فرصة من النجاح ضد الدولة الإسلامية هي الاحتواء والقدرة على المواجهة العسكرية والسياسية وهو الأمر الذي لم يحصل لحد الآن كل هذا يجب أن يترافق مع مواجهة الإرهاب ما يعني توجيه ضربات ضد أهداف الدولة الإسلامية إضافة إلى اتخاذ التدابير لتعاقب المقاتلين الأجانب ووقف تحركاتهم واعتراض أموالهم وحماية دول الجوار والغرب من تسلل الجهاديين وتمددهم إدارة أوباما تتبنى العديد من عناصر هذه الاستراتيجية عليها أن تكون صريحة تنحية لأهدافها وتخلي عن خطابها الكبير الذي وضعها في موقف التصعيد والفشل حزب الله يتحول من حرب إسرائيل لحرب السوريين شبكة CNN عربية نشرت تحت عنوان حزب الله جهادنا في سوريا حمى لبنان ويدعو لتمويل داخلي للجيش جاء فيه قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله جهادنا في سوريا حمى لبنان وشعبه ومقاومته ومن يراقب الأزمة الحالية في لبنان بتعطيل كل شيء يجد المشكلة في استمرار مراهنات البعض على الاستفادة من مشاريع المحور الأمريكي والإرهاب التكفيري لتغيير المعادلة في لبنان والمنطقة وتبع قائلا أفشل محاولات اللاعب على الوتر المذهبي بمواقفنا وأدائنا الذي يوجه الأنظار دائما إلى العدو الأساسي إسرائيل وأولوية المقاومة على معدها وتجاوزنا فخ التحريض بعدم الرد على المحارضين لتحويل اتهاماتهم وشتائمهم فقاقع من دون مضمون ولا فائدة ونجحنا مع القوى الوطنية الشريفة في أن نكون صفا واحدا بوجه التوطين والتقسيم والإرهاب التكفيري وأضاف حزب الله ثابت على موقفه الوطني في مواجهة إسرائيل ومع كل القوى الوطنية والشريفة في مواجهة الإرهاب التكفيري وهنا لابد من تحية للجيش اللبناني على مواقفه الشريفة والشجاعة ونحن ندعو إلى أقصى دعم سياسي وعسكري للجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهامه الأمنية في الداخل اللبناني وعلى الحدود كل الحدود كما نبحث عن تمويل داخلي لقضايا الناس تعالوا نعمل لتأمين التمويل اللازم لعتاد الجيش وعدم الاكتفاء بالدعم الخارجي بل وعدم انتظاره قالوا قديما لعمر عدلت فأمنت فنمت وعندما يتحقق العدل يخاف الشعب على حاكمه بدل أن يخاف منه في هذا السياق نشرت القدس العربي بعنوان الغنوشي يقول التونسيون أصبحوا يخافون على النهضة ولا يخافون منها قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن هناك من يريد أن يخوف التونسيين من حزب حركة النهضة لكنهم أصبحوا يخافون عليه ولا يخافون منه وأضف الغنوشي في اجتماع جماهري بجزيرة جربة أنا مطمئن ومتأكد أن التونسيين في كل مناطق تونس سيصوتون حتما لحركة النهضة والتونسيون اليوم باتوا يتنفسون في محبة النهضة وإعلان الولاء لها ومضى قائلا مشروعنا هو مشروع الوفاق ولهذا نجت سفينة تونس التي قادتها النهضة إلى بر الأمان على عكس البعض الآخر في بقية بلدان الربيع العربي وعقب انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 صعدت حركة النهضة إلى الحكم وشكلت حكومة ائتلافية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وأمام تصاعد الاحتجاجات إذ رغتيا لنائب المجلس التأسيسي القيادي في الجبهة الشعبية محمد لبراهمي في الخامس والعشر من يوليو تموز 2013 اضطرت الحركة إلى تسليم السلطة إلى حكومة غير حزبية يرأسها مهدي جمعة إلى حين إجراء الانتخابات وتستعد توليس لإجراء انتخابات تشريعية الأحد تليها انتخابات رئاسية في الثلاث والعشر من نوفمبر 22 المقبل في خطوة يراها مراقب خطوة كبيرة نحو تعزيز الديمقراطية الناشئة نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة القدس العربي التي نشرت مقالا بعنوان الانفلات الإعلامي في مصر إلى متى جاء فيه إنه مزيج نادر من الفوضى والعشوائية والسوقية والسب والقذف والاختراق الأمني ذلك الذي أصبح يميز أغلب وسائل الإعلام في مصر اليوم سواء المرئية أو المقرؤة بعض المحسوبين على الإعلام ولنقول الإعلاميين لم يعودوا يتورعون عن قول أو عمل أي شيء على الشاشة الفوض نابية يعاقب عليها القانون حتى إذا قيلت في الشارع وليس على الهواء أقوال وأفعال بذيئة والشتائم وتهديدات للخصوم ولا تستثني الأمهات والزوجات في تناقض صارخ مع تقاليد المجتمع المصري وقيمه التي تضع خطوطا حمراء حتى في أشد حالات الخصومة والاشتباك إنها حالة معقدة من الهستيريا الانفعالية والبرانويا التي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمهنة الإعلام ولا يمكن تبررها حتى في مواجهة إعلام تحريضي أو منحاز على الجانب الآخر إن استمرار هذه الحالة يستدعي أسئلة مشروعة بشأن الموقف الحقيقي للنظام مما يحدث والتعهد بتطبيق بيثاق الشرف الإعلامي الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه وضمينه في خارطة الطريق في الثالث من تموز يوليو 2013 ويدرك الذين يعرفون الواقع في مصر أنه إذا أراد النظام أن يمنع ظهور أي برنامج أو مذيع أو يقف هذا السيل من الإسفاف الإعلامي فإنه يستطيع أن يفعل هذا خلال ساعات أو دقائق معددة وتتباين التفسيرات لهذا الصمت الرسمي المريبي تجاه كل تلك الجرائم الإعلامية إذ يعتقد البعض أن النظام يظن أنه ما زال في حاجة إلى هذه الأبواق الإعلامية لحاجة التعاطف مع الجيش والشرطة بشكل خاص عبر ابتزاز مشاعر المصريين وهو ما يوفر غطاء سياسيا ويشتري وقتا لنظام في الوفاء بتعهداته السياسية والاقتصادية وخاصة في ظل التفاقم عدد من المشاكل في التعليم والصحة والنقل والعمل والأسعار وغيرها صحيفة العرب القطرية نشرت مقال لياسر الزعاة رابع ضربة الجو لا تحزم المعركة فما الحل جاء فيه منذ أسابيع والقادة السياسيون والأمنيون من أمريكا والتحالف يتحفوننا بتصريحات يومية مفادها أن الضربات الجوية لن تكون كافية للقضاء على تنظيم الدولة وإذا كان الوضع في العراق بذلك المستوى من البؤس رغم وجود جيش عراقي ومن ورائه ميليشيات شيعية ترى تجميعها عبر عمليات حشد طائفية غير مسبوقة فكيف سيكون الحال في سوريا؟ فيما عدا مسألة عين العرب أو كوباني التي تتعثر سيطرة تنظيم الدولة عليها أولا بسبب شراسة القصف الأمريكي وثانيا بسبب الأكراد المدافعين عنها والذين يقاتلون بطريقة شبه عقائدية أيضا يدرك الجميع أنه من دون قوات برية تتحرك على الأرض فلن يكون هناك انتصار يذكر على تنظيم الدولة الأهم من ذلك أن قتال التنظيم ضد أمريكا وإيران في أن بات يمنحه رغم الأخطاء الكبيرة في الممارسات شعبية كبيرة في أوساط الجماهير الإسلامية فيما يتدفق عليه المزيد من المقاتلين بما في ذلك من الغرب نفسه وفي حين يبدو أوباما في ورطة عميقة فإن إيران ليست في وضع أفضل إذ تضيف إلى نزيفها في العراق وسوريا نزيفا جديدا لا يقل سوءا في اليمن ونتيجة أن هذه الحرب ستطول وتطول ومن دون صفقة إقليمية تعود إيران من خلالها إلى الرجد وتقبل بتسوية الوضع في سوريا والعراق واليمن ولبنان فإن نزيفها سيتواصل مأساة كبيرة تدفع الأمة ثمنها من أبنائها ومقدراتها ولكنها معركة فرضت عليها بل فرضتها الغطراسة الإيرانية التي رفعت في البداية شعار المقاومة فيما هي تستجدل الآن الغرب من أجل بشار كما عكس ذلك تصريح عبد اللهيان الفضيحة الذي سكت عنه أدعياء الممانعة والذي قال فيه إن سقوط الأسد يعني القضاء على أمن إسرائيل لا أحد بوسعه التكهن بتفاصيل مشهد التالي إذ أننا أمام حرب خلطت جميع الأوراق والسبب أننا إذا أمة أرادت أن تصحوا وتستعيد حريتها وتحررها فما لبثت أن وجهت بأنظمة الثورة المضادة وبأمريكا وإيران في آن معا لكن الخاتمة ستكون خيرا وإن طالت المعاناة وكثرت التضحيات لأن الشعوب الحرة ما تلبث أن تفرض إرادتها بمرور الوقت بعد الكثير من المآسي والقصص المحزنة صحيفة الشرق الأوسط نشرت مخالا لحسين شبكشي بعنوان إندونيسيا قصة مفرحة من العالم الإسلامي جاء فيه إندونيسيا البلد المسلم الأكبر من ناحية تعداد السكان شهد تنصيب رئيس جمهورية جديد له وهو جوكو ويدود البلغ من العمر 53 سنة والقادم من خلفية فقيرة جدا وبدأ العمل الحرة ببطء ونجح في مجال تصنيع الأثاث ثم أصبح عمدة لمدينة سولو وبعدها أصبح حكما للعاصمة الأندونيسية جاكارتا التي كانت معروفة أنها مدينة لا تعمل وغير فعالة وبعد سبع سنوات شمر الرجل عن ساعديه وانهماك بالعمل الدؤوب واستطاع بنجاح ملحوظ أن يختصر الدورة الزمنية لإصدار ترخيص العمل وأنجز نجاحات مهمة في جمع القمامة بعد أن كانت مشكلة عويصة جدا وسهم في وضع خطة محكمة لتحسين وتطوير خدمات النقل العام وزاد عدد الأسيرة في المستشفيات حتما هذه ليست بالإنجازات الخارقة ولا الأسطورية ولكنها في بلد كان يبحث عن قيادي خارج منظومة الجيش والأرستقراطية التقليدية الحاكمة كان هذا الرجل بمثابة أمل جديد ومطلوب إندونيسيا بلد معقد ولكنه مهم فهو رابع أكبر الدول في العالم من ناحية تعداد السكان بعد الصين والهند والولايات المتحدة جميعهم يتبعون الإسلام الوسطي السمح والجيل الذي لم يعرف بشكل مجمل تعصبا ولا تطرفا أما عن حوادث الإرهاب التي حصلت فهي حوادث شاذة كانت نتاج تأثيرات دخيلة على المجتمع الأندونيسي بحسب ما تبيض لاحقا إندونيسيا بلد متعدد الأعراق والثقافات فيه 719 لغة مسجلة منها 706 لغات حية ولا تزال تستخدم أما الباقي فقد انقرض إندونيسيا البلد المسلم الأكبر أثبت للعالم أن التسامح والتعايش والاقتصاد المنفتح والأفكار التقدمية ممكنة جدا في بلد المسلم وحطمت بذلك الصورة النواطية المروجة لها مؤخرا عن تطرف داعش والقاعدة وحزب الله وغيرهم من الأشكال القبيحة التي خطفت الدين وهي تحتل المراتب الأولى في إنتاج وتصدير الفحم الحراري والنحاس والصفيح المعالج والزيت النخيل وحققت لسنوات متتالية نسبة نمو محترمة متوسطها 6% ولديها عملة مستقرة وبنك مركزي قوي كل هذه التحديات الاقتصادية والسياسية والثقافية تجعل من مهمة الرئيس المنتخب الجديد مهمة لافتة في أن يكرس نجاح التجربة الديمقراطية في أكبر بلد المسلم ويحد من انتشار الفكر المتطرف الذي حاول أن يكون له موضع قدم واحترام مؤسسة الجيش والقضاء والبرلمان كل في مكانه قصة مفرحة من العالم الإسلامي بعد أن تعبنا من القصص الحزينة وكالة أنباء الأناضول نشرت تحت عنوان المؤتمر الأول للاستجابة الإنمائية في سوريا جاء فيه أعلنت هيئة الشام الإسلامية وهي من كبرى الهيئة الإغاثية في سوريا عن إقامة المؤتمر الأول لاستجابة الإنمائية في سوريا بمدينة اسطنبول التركية بمشاركة 75 شخصية ممثلة لمنظمات دولية ومؤسسات مانحة وجمعيات سورية عاملة في المجال الإنساني إضافة إلى شخصية رسمية وأعلامية وأصحاب خبرة وتجربة في العمل التنموي وبحسب بيان أصدرت أوضحت هيئة الشام الإسلامية أن الهدف من إقامة المؤتمر هو إبراز الدور الكبير الذي يلعبه العمل التنموي في دعم صمود الشعب السوري وإلهام المعنيين بدعم العمل التنموي في سوريا والتركيز عليه في بناء المستقبل وكذلك بناء المزيد من جسور التواصل مع الجهات المانحة الكبرى وإبراز دورها في العمل التنموي كما يهدف المؤتمر أيضا بحسب البيان إلى دراسة التجارب الرائدة للمشاريع التنموية في الدول الأخرى والمساهمة في تنظيم العمل الخيري السوري وتطويره مع المعنيين وإبراز المشاريع التنموية المنفذة حاليا لدى هيئة الشام وخطتها للمشاريع المستقبلية وحول ضرورة المؤتمر أوضحت الهيئة في بيانها أنهم عطوا لأمد المأساة في سوريا وتوسعها وتقلص الموارد أصبحت الحاجة ملحة لتفكير في مشاريع جديدة تسد احتياجات الناس وتعينهم على الصمود وذلك بالتحول باتجاه العمل الإنساني التنموي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تماسك المجتمع وتدوير المال فيه ورفع الروح المعنوية وزيادة المقدرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها الحاضنة الشعبية للثورة وحول الأوراق التي ستقدم خلال المؤتمر أوضح البيان عنوينها إمكانية صناعة العمل التنموي في ظل الأزمات والتمكن الاقتصادي والإنعاش المبكر في مناطق الأزمات بين الإغاثي والتنموي والنهضوية رؤية وخيار تجارب دولية في تمويل الأعمال التنموية مشروع السند لدعم الأسر المنتجة والتجارب الدولية في المشاريع بالغة الصغر نواصل مشاهدنا الكرام مع الصحافة التركية حيث نشرت صحيفة أكشام مقالا لأمين بازارجي بعنوان حرب الأكراد مع بعضهم جافي يقاتل تنظيم بي دي الذي يعتبر امتدادا لتنظيم بي كاكي لوحده في كوباني فهم الآن بأمثل حاجة للمساعدة العسكرية لأنهم لم يستطيعوا صد هجوم تنظيم داعش على البلدة الكردية وخلال هذه الفترة رأينا تناقض كبيرا داخل تنظيم بي دي فترى هم يستنجدون بالعالم لإنقاذهم من خطر تنظيم الدولة الإسلامية ومن جهة أخرى ترى هم يمتنعون عن استقبال المقاتل الأجانب في هذه البلدة أو في الأمنة الأخيرة حدثت خلافات بين تنظيم بي دي والقيادة الكردية في إقليم كردستان العراق فمنذ بداية الأحداث في سوريا كان تنظيم بي دي أشاكيكو في نوايا المرزاني وكانوا يتهمونه بمحاولة السيطرة على مناطق نفوذهم ونستنتج مما سبق أن تنظيم بي دي وحزب اتحاد محبي كردستان يشتركان في العداء للبرزاني وجيشه بتزامون مع هذه الأحداث قامت الحكومة التركية بفتح معبر للبشمرقة عبر الأراضي التركية من أجل العبور إلى بلدة كوباني سوريا وما إن أقدمت تركيا على هذه الخطوة حتى جن جنون تنظيم بي دي فقد بدأوا بإطلاق التصريحات المنددة بالحكومة التركية وقالوا بأنهم لا يحتاجون عناصر تقاتل إلى جانبهم بل يحتاجون إلى الأسلحة لوقف مد تنظيم الدولة الإسلامية في ظل كل هذه الخلافات بين قيادة الأكراد العسكرية والسياسية يظل الشعب الكردي أسرة خبطاتهم وأخطائهم فهذه القيادات لا ترى الشعب الكردي سوى آله تستخدمها لتحقيق مآربها السياسية والعسكرية فالشعب الكردي هو من يموت نتيجة هجمات تنظيم الدولة على كوباني وكذلك الأمر بالنسبة للذين ماتوا خلال المظاهرات التي جرت مؤخرا في تركيا والأغرب من هذا كله أن غالبية عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين يهاجمون بلدة كوباني هم من الأكراد ويقال بأن قائد العمليات العسكريات لتنظيم داعش في كوباني كردي الأصل إننا نرى الآن بأن الأكراد يقاتلون بعضهم البعض مشاهدين الكرام نشرت مجلة أكسجين مقالة لهشام نور بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي في إيران وظائف رسمية ومغايرة جاء فيه تبدو العلاقة بين السلطة والمحكم في إيران معاقدة ومتشابكة إلى حد بعيد فحرية التعبير والاتصال في إيران والتي استبشر المعتدلون والإصلاحيون بإمكانية أن يتعدل وضعها بعد سنوات حكم أحمد نجاد العجاف وذياره المتشدد والمقرب من المرشد الأعلى يبدو أنها لا تزال مترددة وحائرة وربما ذهبت ضحية الصراعات داخل أجنحة الحكم الإيرانية فبعد منع إيران كل من تويتر وفيسبوك ويوتيوب وصلت قرارات منع وسائل التواصل الاجتماعي إلى فيبر وتانجو واتساب وأمهل قضاء الإيراني الحكومة شهراً لوقف عمل شبكة الاتصالات المجانية عبر الإنترنت وذلك بعد الرسائل اعتبرت مهينة بحق مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني لم يتنبه المسؤول الإيراني إلى أنه يجب محاسبة مرسل الرسالة أو متابعة مصدرها على الأقل لكنه بدلاً من ذلك توجه إلى منع كل وسائل التواصل الاجتماعي وربما معاقبة كل الإيرانيين لمجرد تناقلهم الخبر أو الرسالة وهو ما يشير إلى مكمن الخللي في التفكير الإيراني وعدم إدراكهم لوظيفة هذه الرسائل يستخدم الإيرانيون فيبر وواتساب وتانجو كبدائل عن مواقع التواصل الاجتماعي التي حذرت الحكومة استخدامها منذ العام 2009 ويقتصر شيوعها على المسؤولين الكبار وعلى بعض المتخصصين الذين يلجأون إلى البدائل وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا إلى حرية سياسية وثقافية واسعة خصوصاً فتح الإنترنت ضمن احترام قيم الجمهورية الإسلامية معتبراً أن رقابة على الإنترنت ذات نتائج عكسية وأنه يتعين استخدام الحوار والإقناع لترسيخ الأخلاق في المجتمع تتغير الفصول والأحوال فكيف يجتاز الإنسان هذه التغيرات بسلام؟ أربعة أشياء تساعد جسمك على اجتياز الشتاء بسلام عنوان لمقال نشرته دويتش فيلا عربية تقول فيه في فصل الشتاء تزداد مهام جسم جهاز المناعة في الجسم إذا عليه أن يحمي الإنسان من نزلات البرد ومقاومات تقلبات الجو لذلك يحتاج الجسم في الشتاء إلى مزيد من الفيتامينات والمكونات العضوية بشكل أكبر بكثير من الصيف وإليكم أهمها أولاً اليود من يعاني من الإجهاد والتوتر الدائم خاصة في فصل الشتاء قد يكون مصاباً بفقر اليود وهو نوع من أملاح المعادن يساعد على تنشيط القلب ويوجد اليود في السمك والحليب وملح الطعام الممزوج باليود ثانياً فيتامين سي في فصل الشتاء تعد البطاطس من أهم مصادر هذا الفيتامين رغم أن الجميع يتجه نحو الحمضيات بكافة أنواعها ولأن البطاطس تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم فإنها تساعد أيضاً على التخلص من السوائل السامة في القلب والكليتين وتعد من أفضل أنواع الخضار التي يمكن تناولها بالنسبة لمرضى الروماتيزم والتهاب المعدة وأمراض الكلاف ثالثاً الفيتامينات هي مركبة عضوية ذات أهمية كبيرة لجسم الإنسان فهي تحميه من الميكروبات والفيروسات وغيرها وتتنوع بين فيتامين D الذي يحتاج إليه الجسم بقوة في فصل الشتاء وهو المسؤول عن استقلاب المعادن وفيتامين A المنظم لنمو الخلايا والأنسجة والأنسجة وفيتامين C وE المضادة للأكسادة إضافة إلى أنواع أخرى رابعاً الزنك عندما تبدأ فترة نزلات البرد يصبح الزنك أفضل سلاح يحتمي به الجسم ورغم أن الجسم لا يحتاج إلا لكميات قليلة منه إلا أن وظيفته ذات أهمية بالغة كونه يساعد على الحفاظ على حسة الشم ومستوى السكر في الدم ويقوي مناعة الجسم وهو مهم أيضاً لالتئام الجروح ويؤدي نقصه إلى التعرض الدائم لنزلات البرد إضافة إلى ضعف حسة الشم واضطراب النموي لدى الأطفال العدد الكبير لأصدقاء سوريا فقد البركة لم يترجم على الأرض بأي فعل لا عسكري ولا سياسي ولا حتى إنساني هذا ما يقوله أحمد الشامي الذي نشر في جريدة عين البلد بعنوان صديق السوريين الوحيد بما يتنسب مع حول الكارثة التي تحيق بسنة سوريا والتي لا تختلف كثيراً عن الهولوكست اليهودي هتلر قتل اليهود بالجملة وبسرعة أما السنة فيموتون بالتقصيط المريح وبالمفرق وفي النهاية سيتضح أن عدد ضحايا الهولوكست السني على مدى الأعوام يفوق عدد ضحايا المحرقة اليهودية بالنسبة للسوريين لا فرق يذكر بين أوباما وبوتين ولا بين الولي الفقه ونتنياهو تختلف الأسلوب والطرق لكن النتيجة واحدة وهي موتنا بشكل أو بآخر ماذا عن الأصدقاء الخليجيين؟ منذ بداية الثورة كان واضحاً أن آل سعود ونظراءهم يعيشون كابوسين في أن واحد الأول هو امتصار الأسد وإيران الكاسح في سوريا بما يضعهم في مواجهة العملاق الإيراني أما الكابوس الثاني هو نظام ديمقراطي تعددي وحر في سوريا لم يضع الإخوة الخليجيون الكثير من الوقت لم يضيع الوقت قبل إجراء مفاضلة سريعة بين البحرين وسوريا ثم التوجه لخيار ثالث خيار حرب الجميع ضد الجميع بما لا يسمح لنظام الأسدي وإيران بالانتصار الناجز ولا يسمح للسوريين بالوصول إلى دولة المواطنة الديمقراطية النقيض الموضوعي لكافة أنظمة الحكم التسلطية في النظام العربي الذي يتلخص في تحكم أقلية بأكثرية سواء كانت هذه الأقلية نخبة عسكرية طائفة عائلة أو قبيلة في هذا الظلام الدامس بقي بصص ضوء يتيم هو الشقيق التركي الذي عشنا معه وعاش معنا لقرون والذي ابتعدنا عنه لقرن من الزمن بفضل ثورة قابت بها عائلة خاضعة للإنجليز قامت بتسويق قومية عربية لا لولا لها ولا طعم ولا رائحة سوى رائحة الدم والطغيان والعنصرية فكرة العروبة التي تتجاوز التاريخ وحقائق الجغرافيا كانت المهد الذي نشأت فيه مسوخ القواجيين والعسكر والإسلامويين الشقيق التركي هو الوحيد الذي مد لنا يده للشقيق مصالح وغايات قد لا نتفق على الدوام معها لكن تركيا أردغان تبقى الصديق الأفضل للسوريين حين يسلك الأصدقاء الآخرون سلوك الضواري مشاهدين الكرام تواصلوا مع أصحابكم فالصاحب الوفي مصباح مضيء قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الحياة بهذا ينتهي حديثنا للصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة